فأين نحن من العافية هذه النعمة الجليلة اللي الناس بتتنساها دخل ابن السماك على هارون الرشيد هارون الرشيد هذا الخليفة العباسي دخل عليه ابن السماك وكان هارون الرشيد طلب ميا يشربها شوط ميا ميا بردة كده وعد شون فقال يا أمير المؤمنين على رسلك يا أمير لحظة لو سمحت مسك الكباية حيشرب كده لحظة لو سمحت يا أمير المؤمنين تسمح لي بسؤال يا أمير المؤمنين قال تفضل يا ابن السماك اسأل قال له لو منعت عنك شربة الماء دي طعا شون ولك عايزة بيولي ريه عايزة اشرب لو منعت عنك شربة الماء بكم تشتريها يا أمير المؤمنين قال بنصف ملك استنى استنى هو نصف ملكه ايه ده الرشيد هارون ده نصف ملكه كام يعني قصة واحد يتقال نصف ملكه عنده عشر فددين مثلا هارون الرشيد يا حضرات لما كان يشوف السحابة السحابة اللي مشى في السماء محملة بالماء اللي ربنا سمها المعصرات فيقول السحابة امطري حيث شؤتي امطري حيث شؤتي فسيأتيني خراجك انت تبعي على فكرة المحصول هيجيلي فملك هارون الرشيد كبير قوي فبيقول له يا أمير المؤمنين لو اتمنعت عنك شربة الماء بكم تشتريها قال بنصف ملك قال له اشرب يا أمير المؤمنين هنأك الله بالعافية بالهنى والشفة اشرب فشرب يا أمير المؤمنين قال له طب ممكن نسأل السؤال التاني يا أمير المؤمنين قال له اه قال له لو منعت يعني لو حبست فيك يعني خلاص انت الجسم خد حاجتي من الماء والزيادة المفروض بقى هتنزل في الحالبين والحالبين هيصبوا في المثانة وبعدين الانسان عزكم الله يدخل حمام يفض المثانة هذا البول ده جاي فضي ما تفضاش بقى تتبع كام قال له النصف التاني قال له يا ملك ما يسويش شربة ماء لا خير في ملك لكن لا يسوي شربة ماء هنأك الله بالعافية يا أمير المؤمنين ما في أجمل من العافية حضرات عشان